تعالي النهاردة اقولك على طريقة لف سوابع الجلاش المحشية مهلبية بطريقة سهلة جدا وهيطلع معاك مزبوط ومن جرم الحشوة تخرج منك ولا اي حاجة هيطلع لونه دهبي كده فاتح والعسل بتاعنا تقيل وكل حاجة فيه مزبوطة تابع معايا الفيديو وانا هقولك على كل التركات بتاعته هتعمليه احسن بتشتري من برا وتعم وقاومه مزبوط جدا تعالي يلا اول حاجة هنعمل معانا المهلبية وكلنا بنعرف نعملها انا عملت كبايتين من اللبن ومعايهم معلقتين كبار نشا ومعلقة سكر زرة فانيليا وحطتها على النار وباقت عندي المهلبية هنيجي بقى للشربات بتاعنا كبايتين سكر كبار كباية مية عليهم وهسيبهم من جرمى نقلب ولا اي حاجة هعصر عليهم عصرة لمونة وهنزل عليهم بكيس فانيليا وهسيبهم مع نفسيهم بقى كده يغلوا لحد ما يتقل ويطلع معايا الريم الابيض اللي انتوا شايفينه ده كده يبقى كده قوام العصل مزبوط جدا هنتفي عليه ونسيبه لحد ما يبرد بعد كده عندي بقى لفة الجلاش بتاعتي وتفضل ان هي تبقى طازة طبعا هيخد بقى هنا كل ورقتين كده وايه وهجيبهم بقى قدامكم وهم ما تقلقش من المتقطع ده ولا اي حاجة عادي جدا هجيبها وهتني الطرف بتاعها اللي فوق ده كده وهبتدي اجيب بقى السمنة عندي وابتدي ادهن بيها ورق الجلاش بتاعي شايفين هدهنه كويس جدا عشان يبقى من جوه كده مقرمش وبرده ايه وقت طعمه ورحت السمنة كده وانا المهلبية عندي هنا اول ما بردت رحت معبيها في الكيس الحلواني عشان تسهل علي التشكيل بدل ما حط معيار ازيد من معيار او حتة فيها او حتة لأ الكيس ده هيسهل عليك كتير بعد كده بقى بتجيبي بقى لصانية بتاعتك وبتدهنيها دهنا من السمنة وبنبتدي بقى نقطع صوابع الجلاش بتاعتنا شايفين بناخد كده وبعد كده بناخدها بنقسها عشان نعمل كل صوابع نفس المقاس بنبتدي بقى الرصاصة في الصانية بتاعتنا في منطقة ستغولة ما فيهاش اي حاجة شايفين ولا الحشوة تلعت ولا اي حاجة بوزيت مني بجيب ورقة الجلاش وبتدي اورقها كده بالسمنة واتني الطرف بتاعها كده من فوق عشان ده اللي بيبقى قعدة قتقل شوية عشان المهلبية ما تقطعش الورقة الجلاش بحط بقى شوية من المهلبية ولف كده هيتلف معاك بسهولة جدا من جير ما تخرج منك ولا اي حاجة هتقطعي تقطيع الجلاش كله سوي واحد شايفين ولو حسيتني فيه حتة زيادة بتشيليها هنكمل رصف الصانية برضو عادي جدا شايفين انا اخلص كله بنفس الطريقة قلصت بقى الكمية كلها كده وهجيب بقى السمنة عندي وابتدي ادهن بها صوبع الجلاش بتاعتنا قبل ما تدخل الفرن وطبعا انا مولاها على الفرن بقى في الرف الوسط على درجة 180 اول ما حس انه اخد لون من الجنيب كده ومن تحت دهب شوية ممكن ارفعه تحت الشوية كمس دقيق وانا طبعا متابعة الصانية واول ما بيخرج بقى وهو سخن ما روح نازل عليه بقى بالعسل التقيل اللي برد لازم يبقى بارد لو الجلاش سخن لو الجلاش سائع يبقى العسل سخن لازم حاجة من الاتنين تبقى برده عشان ما يعجنش معاك ويفضل محافظ على الارماشة بتاعته شايفين الجمال بقى حاجة كده بجد طحفة جميل جدا احلى من اللي احنا بنشتريه واطعم كمان وستمنا البلد ريحتها فيه طحفة وجميلة بجد هتندمه لو ما عملتهوش جميل جدا وحلوة قوي وهيشرفك قدام ديوفك طعمه خطير يارب يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تقول رأيكم في التعليقات